بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس قبل ما أبدأ أتكلم مع حضراتكم في أي موضوع من يريد أن يشجع أو من يحب أن يشجع النادي الاهلي في انتصاراته فقط وده مش جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي وبيشجع ولا من جمهور النادي الاهلي بالمناسبة جمهور النادي الأهلي بيحب النادي الأهلي في انكساراته وإحباطاته قبل أي شيء آخر وفي هذه اللحظات تحديدا ممكن جدا تكون واحد من جمهور النادي الأهلي اللي حاسس بإحباط وحاسس بانكسارات ولكن عندما أي واحد أهلاوي في الدنيا بيحس بهذا الأمر دلوقتي انظر لشعار النادي الأهلي انظر لشعار النادي الأهلي من 1900 وانظر لتاريخ النادي الأهلي من 1907 وحتى الآن هتقول لي يطبل وتكلم ويعمل أنا ما عنديش مشكلة ما أنا بقالي أسبوع بتشتم على الحاجات أنا ما بعملهاش لكن أوكي ما فيش مشكلة إطلاقا اللي عايز يقول أي حاجة يقولها ولكن هذه هي الحقيقة والحقيقة من القلب الحقيقة من القلب أنا شخصيا ورا النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبي في انكساراته قبل انتصاراته في الانتصارات 100 واحد بيحب النادي الأهلي ومليون واحد هو السبب في الانتصارات ولكن في انكسارات النادي الأهلي اللي هي لسه ما حصلتش وان شاء الله عمره ما حتحصل حفظل في ظهر النادي الأهلي وحظل دائما في ظهر جمهور النادي الأهلي وبالمناسبة أنا منين بقول الكلام ده بقول من جمهور النادي الأهلي اللي بيكلمني طول النهار طول النهار ويقول لي الكلام ده يا كابتن إسلام إحنا في ظهر النادي الأهلي في انكسارات قل بعض طبعا ما بيقولش هذا الكلام ولكن أنا ما عنديش أي مشكلة من حق حضرتك كجمهور النادي الأهلي أن أنت تنتقد أداء إدارة تنتقد أداء فريق تنتقد أداء جهاز فني ولكن برضو من حق حضرتك زي ما وريتك مبارح تعرف أن هناك منظومة تحكمية فشلة تساعد على اللي بيحصل مع النادي الأهلي منظومة تحكمية فشلة وتساعد على كل ما يحدث مع النادي الأهلي لاتنشر نقطة اللي اخسره من النادي الأهلي حتى الآن بالأخطاء اللي عرضتها لحضراتكم المبارح هذه الأخطاء والإتنشر نقطة دول كانوا خلونا في أول الدوري ولكن مش أول دوري نخسره بالحكام مش أول دوري تاني دوري يعني إحنا حتى القلم نخسر الدوري ولكن حتى هذه اللحظة ولسه فضل للنادي الأهلي تمن أو عشر مباريات أنت مضيع اتناشر نقطة أو ضع منك اتناشر نقطة بسبب التحكيم الفاسد أو منظومة التحكيم الفاسدة مش هتكلم على حد أنا بتكلم على منظومة كاملة زي ما وريتك نبارح إلا بيحصل لكن هل ده معناه أن أنا ما شجعش النادي الأهلي وأن أنا أقول أبدا بالعكس بالعكس تماما أنا هحب النادي الأهلي أكتر وحقف وراء فريق أكتر على الرغم من أن أنا عارف أن أنا عندي مشاكل وقصور فنية واضحة جدا للجميع للجميع عندي مشاكل في كل شيء الحقيقة داخل الفريق هذا الوقت الوقت اللي إحنا فيه ده قبل كده هذا الفريق اللي جابت اتنين أفريقيا وراء بعض ووصل في ثالث موسم على التوالي في أفريقيا واثنين سوبر واثنين كاس عالم ثالث كاس عالم هذا الفريق بهؤلاء اللي عابين بالمناسبة فأنا ما عنديش أي مشكلة أن اللي عايز ما يقفش وراء النادي الأهلي حقه وكل حاجة ولكن أنا أعلم تماما أن اللي بيعمل كده صدقوني ده مش جمهور والله العظيم تلاتة أنا عارف أن الكلام يتخذ وبيتحرف عارف وعارف أن أنا حطلع ويتم انتقادي بشدة عشان أنا بقول هذا الكلام ولكن سأظل وراء النادي الأهلي وحقف مش أنا الوحدي على فكرة ده جمهور كتير جدا جدا من اللي بيحب النادي الأهلي وعارف كويس قوي أن أنا عندي قصور كنادي وأن أنا عندي قصور كلاعبين وكل حاجة ولكن في النهاية أنا حفظ الوراء فريقي